في اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي لقى كل مجل أبدا أمين يقول ربنا يسوع المسيح يشبه ملكوت السموات خميرة خبأتها امرأة في ثلاثة أكيال من العجيل فاختمر العجيل كله فكرة الخميرة إيه فكرة الخميرة أنه هذا العجيل لم يكن فيه احنا تعلمنا بقى نقول بقى صح لم يكن فيه الفطر اللي بيحدث التفاعل اللي بيعمل عملية التخامر هي الخميرة عبرها عن ايه؟ الفطر الفطر ده بيعمل تفاعل التفاعل ده بينتج عنه الغاز ساني اوكسيدي الكربون اللي بي ايه؟ بينفش العجينة الغاز بيطلع من جوه الخميرة وهي بتكسر الكربوهايدريت المهم ان فيه فيه حاجة جات من بره العجين هي هنا في هذا التشبيه الخميرة ما كانتش فيه مكون العجينة هي دخيلة على مكون العجينة هي جاية من من مصدر اخر دخلت مكون العجينة هذا الفطر اللي اضيف لمكون العجين العجين لسه عجين بس بقى عجين بمواصفات مختلفة ما تغيرش لمادة تانية لكنه صار ما يزال هو العجين بس تغير تغير مواصفاته تغيرت طبعته مع انه لسه هو نفس العجين نفس المادة بحيث انه بقى اصبح صالح لانه يتعمل منه الفطيرة اللي عايزين نعملها قبل ما يتعمل فيه اضافة الخمير هذي كان غير صالح لانه يتعمل منه هذه الفطار كويس ماشي مع الفكرة الفكرة دي ده كلام الرب بقى هو اللي بشرح بتشرح هي ايه الكنيسة هي ايه الكنيسة 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 أبارة عن خمير خميرة خمرت العجين يعني ايه يعني ايه يعني البشرية البشرية كانت زي الدقيق اللي غير صالح لانه ينتج الفطيرة فطيرة كان كانت الطبيعة الإنسانية ميت ما فيهاش حياة طيب تجي لها منين الحياة منين مين بقى الخميرة هنا اه هنا بقى الكلام ان الطبيعة البشرية ميتة ما فيهاش حياة ازاي ميتة ما هو الناس بتتنفس وبتأكل وبتشرب وبتروح وتيجي ما هي كده ميتة ازاي لانها عيشة الحياة بتاعت الحيوانات الحياة الحيوانية مش عيشة الحياة الإنسانية ايه الفرق ايه الفرق بين ان عيش الحياة الحيوانية ومش عيش الحياة الإنسانية هو الحيوان مش عنده مشاعر اه طبعا عنده مشاعر مش الكلب لما بيجي صاحبه يغيب عنه بيجري يرحب به ولما تضربه ويعيط وينزل دموعه عنده مشاعر دلوقتي مش دلوقتي من زمان الفلاحين عارفين ان الحيوانات ممكن يجي لها عقد نفسي ما تضرب الحيوان وهو صغير او تضربه في موقف معين يجي لعقد نفسي دلوقتي يبقى فيه حاجة اسمها علب نفس الحيوان عنده نفس عنده نفس عندها المشاعر اللي عندك بس نفس الحيوان غير عاقلة ليه غير عاقلة؟ لأنه ما عندهش روح اللي مخليني أنا عاقل هو الروح الروح الإنسانية هي مركز الحكمة ومن ثم فروحي العاقلة هي قوة التفكير هي قوة الإرادة هي قوة اتخاذ القرار هي قوة اتخاذ دافع الحب هي العملاني إنسان لو شلت الروح العاقلة يبقى أعمل ردود أفعال زي الحيوان الحيوان ما بياخدش قرار ما عندهش قوة القرار هو عنده ردود أفعال هو جاع يهجم على الفريسة عايز يأكل هو أغضبته يهجم عليه ما أغضبتوش ما يجبش يعني ما استفزتوش مثلا خلاص وهكذا اللي بيحركوا ردود الأفعال ردود الأفعال ما بتتغيرش سبتة ارتباطات شرطية في الطبيعة كويس الارتباطات الشرطية دي بعضها بالغريزة وبعضها بالتدريب دربنا الحيوان على أنه لما تعمل اللعبة دي أدي لك تدي له سمكة فاتكون عنده بالتدريب زي ما هو عنده ردود أفعال بالغريزة فهي في الآخر سواء بالتدريب أو بالغريزة هي ردود أفعال حاجة تخليه يعمل التصرف المقابل لها لكن أنت بتفكر طبعا في ناس كتير عيشة بطريقة حيوانية يعني ما بيفكرش تقول له كلمة يتنرفز ويتخال هو ما فكرش ما هو برضه لأنه عايش بطريقة حيوانية تحط له الأكل يندفع على الأكل هو ما فكرش هو مش الروح مش العقل مش الحكمة اللي بتحكم تصرفاته لأ بتحكم تصرفاته الغريزة أهو شفت بقى أهو عايش أهو شفت الفرق اللي أنا عايد أوصله لك عايش بس الطريقة حيوانية حيوانية بس حيوانية أعلى من مستوى الحيوانات لأنه عنده قدر من التفكير بس هذا القدر من التفكير لا يقوده إلى أنه يغير من واقعه ومبدأش غير من واقعه يعني يعني تشتموا يتخانق تجرحوا يتخانق يشوف مؤثر ينفعل بالإجتهاء لا يعرف أن يحكم تصرفاته ويحكم قراراته للأحسن للارتقاء لا يعرف أهو ده اسمه ميت بقى أهو ده اسمه الموت مش الموت أنه يبقى مرمي جثة هامدة لا هو ده الموت أن ما عندوش مصدر البصيرة أيوان ما عندوش مصدر الحكمة ما عندوش مصدر الفرح يفرح إزاي؟ ما يعرفش أنا إيه الفرح يعرف يضحك وطبعا الكوميديا والمش عارف والإيه والناس تضحك والضحك بيعمل لهم نوع من الاسترخاء النفسي طبعا النفس الأوتار المجدولة دي بتنبسط فبيحصل له استرخاء نفسي ده مش فرح أخو ما يعرفش ده ليس الفرح اللي إحنا بنختبره بنعيشه ليه بقى؟ لأن الفرح اللي إحنا بنسلم البعض هنا بالروح القدس أهو ده الخميرة اللي جاية من خارج العجيل ودخلت عليه أهو ده الحاجة الدخيلة على طبيعة العجيل ده جاي من روح الله من غير روح الله في البديل أو الفلسو بتاعه فيه الدحك والهزار والإنبساط طب وما له هو الدحك والإنبساط وحش هو مش وحش بس عيبه إنه مؤقت مش عميق يعني بعد ما خلصت المدحكة المدحكة يرجع كل حاجة زي ما كانت لأنه كان في المشاعر سطحي فالجرح اللي جواه يقب تاني حزن اللي جواه يقب تاني الهم اللي جواه يقب تاني الإنسان بيبحث طول الوقت عن أدوات تطفق الموت الذي يعمل فيه الموت اللي بيعمل فيه انسى بقى حكاية الموت يعني أنه يبقى مية طب مرمي على أرض الجثة الموت اللي بيعمل فيه اللي هو ده بقى اللي هو إيه قوة القتل اللي بتقتل فرحه بتقتل حلمه يقول لك مش عارف أفرح مش عارف أحلم بحاجة وحقها كل ما يجي أحقق المشروع يبوص ما يتمش الفرحة الفرحة ما بيتتمش طب وإيه اللي خالها تتم اللي خالها تتم إن عندك أمنية الأمانة غير كافية اللي يخليها تتم أن تكون هناك القوة القادرة على إنجاز الفرحة مش موجودة ما اللي موجود إيه اللي موجود القوة الهادمة اللي عملها تكسر في الفرحة جواك وبراك ومن الناس آه الناس وحشيه لا مش الناس وحشيه هو ده اللي عند الناس ولي عندك هو كله مليان من نفس قوة التحطيم دي فدى الوقت انت لما تقول لي ايه رأيك هقول لك رأي ايه رأي هو اللي فيها أو هتصرف معاك ازاي ما أنا بتصرف معاك بالجواية وأنا محط ومهزور ومكسور ومجروح والتاني والتالت كله بيطلق على كله الموت اللي فيه هو بيعمل فيها كده ليه؟ هو أنضح أحسن من كده ما هو ما يعرفش يعمل كده ما هو تعبان هو هو نفسه تعبان ومهزوم فهو متغاز هو محبط الأسوأ من كده انه يعلموه ان ربنا مسؤول عنه ليه يا سيد ربنا مسؤول عنه؟ ما هو اللي خلقنا يعني شوف بقى الموت شغال في الإنسان وبعدين مش شايف انه اللي جايب له اللي جايب له هذه العيشة المريرة هو الموت وكمان علموه بشكل من الأشكال ان ربنا كان ملزوم يعمله وما عملهوش فإن كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون هذه عيشة الناس هذه عيشة الإنسان الموت بيشتغل فيه ويظن انه مجرد انه تمنى تمنى وقال له يا رب انا مش عايز اخسر في المشروع ده انا مش بقول لكم نكت انا بقول لكم قصص حقه هو دخل المشروع هو خد القرار واختار وعمل كل حاجة وبعدين صلى قال لك صليت قلت يا رب انا مش عايز المشروع ده يخسر وبعدين المشروع خسر طب بعدين وفين ربنا ربنا مين ربنا اللي انا صلت له تبين علمك انك انك انت لما تقعد كده تقول كده يا رب انا انا مش عايز المشروع ده يفشل يبقى كده انت قدت التعليمات السامية للخدام الكبير اللي اسمه ربنا وان ربنا ده هيعمل لك طلباتك مين علمك كده جبت منين الكلام ده قالوا لي بايمان انا عندي ايمان انت لا عندك ايمان ولا عندك ربنا وعندك اي حاجة خالص انت عندك مرار وعندك ضلمة وعندك موت وعندك فشل وتطلع من نقرة بتاعفده حدير فيش ربنا ليه ما فيش ربنا فين ربنا بالنسبة لك قالك منين ربنا ما انا مقامن صفر انت والايمان بتاعك ايه مقامن يعني ازاي بقى انا مؤمن قالوا ما الشياطين ايضا يؤمنون واخشارون مين قالك ان شطان ما painterها كان عندك اغتبار اجتشار عنده اختبار اكتر واحد عنده اختبار أكتر واحد متأكد إن الصليب هزم إبليس هو إبليس نفسه فمين قالك إن الشيطان ما عندهش اختبار الشيطان عنده اختبار ومين قالك إن الشيطان غير مؤمن الشيطان مؤمن وستين مؤمن الفرق فين الفرق إنه واحد أخد الخميرة واحد ما خدش الخميرة اللي خمرت العجين بإيه بقاه باللي فيها فالخميرة إنت خدت خميرة حياة تخمر العجين بالحياة ما خدش خميرة الحياة خلاص تفضل من غير حياة آمن بقى زي ما أنت عايز هو ده الفرق بين الإنجيل وبين البرنامج الخداع الكبير اللي الدنيا عايشة فيه إيه التجسد عبارة عن إيه التجسد عبارة عن أن الله رب الخميرة فيه التجسد عمل من يسوع المسيح الخميرة الخميرة الأولانية خد من من العزراء خد حتة من العجين من عجين البشرية من عجين البشرية خد حتة من جسد العزراء زي فكرة الخمير بالظبط خد حتة جسد والجسد ده وحده بنفسه بحياته أهو الحياة جت من فوق ودخلت خمارة الجسد ده ده جسدي زي بتاع بالظبط أهو هو بتاعك بالظبط بس دخلت عليه الخميرة دخل عليه اللهوت دخل عليه الحياة دخل عليه الإلهي دفت يسوع المسيح يسوع المسيح هو الخميرة الأساسية اللي اتوزع علي وعلي وعلى التالي فبقى الخميرة بقت فيه بقى الفرح اللي فيه عندي وبقى السلطان اللي فيه ادقوا لي وبقى القوات اللي كان بيعملها بيعملها عندي الله ايه اللي حصل الخميرة توزعت وبما ان الخميرة توزعت اقدر اديك من اللي الدهو دي وانت لما تاخد تقدر يدي اللي جنبك تنتشر الحياة فكرة اللي الناس اتربت عليها ملاش دعوا بالانجيل انا مش بقول غلط وصح تمشي مع العهد القديم وتمشي مع الديانات اخرى وتمشي مع حاجات كتير بس ده مش الانجيل العهد القديم مش الانجيل العهد القديم ده اليهودية اليهودية مش المسيحية كتاب العهد ده ده دماغنا وكل الكتاب محبيبنا الله ده موضوع تاني ده موضوع تاني لكن مش الانجيل ما هواش الانجيل الانجيل ايه ان الحياة اظهرت اظهرت يعني ايه اعطيت طب ليه بيقول اظهرت ما قال اعطيت اصل الحياة نور اصل الحياة مش مادة من يتبعني فلا يمشي في الظلم بل يكون له نور الحياة حاجة تعبيرات جديدة الحياة اللي بيتكلم عليها دي نور فعشان تعطى يبقى تظهر فالحياة اعطيت كانت عند الله بعيد عن والانسان كان في الموت الحياة اعطيت الحياة اظهرت تاخد الحياة تاحية ما تاخدش الحياة تفضل في الموت للاخر ان رعيت في قلبي اثمن فلا يستمع عليه الله طيب خلونا نصلي يعني نطلب نطلب قوة التبكيت والتغيير والتحرير وانت تطلب نور لفحص الارادة باسمية سبحانه